فليكس بلير قال لبيس وينتر انه من كام سنة اتوفى فجأة حاكم طليمان السابق وحاكم القلعة ده ما كانش عنده اولاد وتنبق الناس ان واحد من ولاد اخوه التلاتة هو اللي حيكون الحاكم الجاي قبل ما اكمل الحلقة ما تنسوش تدعموني باللايك وتقولولي رأيكم في الحلقة في الكومنتات وفيه مسابقة صغيرة كده اكتر حد هيعمل كومنت هقول اسمه في الحلقة الجاية المهم ان كما تنبق الناس اصبح الابن التاني واللي اظهر قوة النار هو سيد القلعة ومعداش وقت طويل بعد كده ودورة طليمان الابن الصغرى انتخبت عشان تكون كديسة وتزوجت من رئيس الكهنة وعلى اي حال فيه معلومات عن الابن الاكبر من الاخوات التلاتة دول وفيه اشعة بتقول انه بيحضر شيء في السر مش بس كده في كتير من الشكوك حوالين وفاة الحاكم السابق ولكن كمان عن قوة المعبد العظيمة جدا وفيه اللي شاكك في الموضوع ده من الخارج فردت بيس وينتر وقالت واضح ان رئيس الكهنة ساعد القديسة وقلعة طليمان ومش بس كده ولما نشوف كل الناس دي اللي ساعده كارلين نيوز على انه يكون سيد القلعة ولو اصبح كارلين نيوز هو الحاكم الرسمي للقلعة ده حيدي الحق للتصويت لاختيار ملك ارض الحكمة فليك سيبرير قال لها انه منصب كارلين نيوز حاليا لسه مؤقتا لحد ما يتم الاعتراف بيه كسيد القلعة الرسمي وقتها عليه انه يلاقي ساحر نيوز الشخص اللي اختفى في نفس وقت وفاة ميلفين وهو ده اللي هيحتاجه انه ينتظر لحد ظهور القوة والمشكلة دي حيتم حلها بمرور الوقت وبالشكل ده هيكون انه يلاقي الساحر المفقود هي اولويته الاولى ووقتها من السهل انه يقنع الاشخاص اللي حواليه من خلال اكبر عدد من الناس اللي كانوا بيعتنوا بالقلعة قبل كده وبس وينتر بتقوله انه في حاجة جديدة عايز اقولها لك بمناسبة اللي احنا لسه بنتكلم فيه انا قدرت تعرف مكان ساحر نيوز وحسيت بمكان لوجان جرير هنا مبارح وشورطه على الخريطة وقال لها ده اقليم ليفي قالت له ايو بالزبط كده وقالت له ان المنطقة دي على الرغم من انها بيتم تطويرها وفيها ترفيه وسياحة لكن في الوقت نفسه هي منطقة فيها اكبر عدد بيحصل من الجرائم بتقوله على الرغم من ضعف الاشارة لكنها متأكدا ان المكان ده هو اللي فيه لوجان وانه الحد وقت قريب ما كانش استخدم السحر ابدا عشان يتجنب مطردته لكن واضح ان فيه حاجة حصلت معاه اكبرته على انه يستخدم السحر وفيليكس بلير قال لها احنا لازم نكون مستعدين ونمشي من الصبح وبس وينتر بتقوله بالسرعة دي بجدي دي خطوة رائعة جدا بس شرر هي اللي هتتعب فظهرت شرر وهي بتقوله انا عايز اسألك عن حاجة وبسرعة بس وينتر بتقوله انها هي اللي ندت عليها شرر بتقول انها سمعت بس وينتر بشكل تفصيلي وبتسأل انهم حيسافروا وفيليكس بلير بيقول لها اقليم ليفي ده مختلف عن قلعة نيوس وقلعة بلير هناك في ليفي منطقة خطرة كتير قال لها ان احنا لسه مش عارفين الساحر موجود فين بالزبط وبس وينتر بتقوله دي لو جات شرر لكن شرر بتقول انها فكرت في الموضوع وقررت انها لازم تلاقي ساحر نيوس بالطبع لان ده واجبها كفارت من نيوس وانه حتى لو حصل خطر فهي حتكون جنب السيد بلير وبتقوله مش كده وفيليكس بلير بيقول لها طبعا وبس وينتر قالت لها حنغادر بكرة صباحا عشان كده استعدي وشرت بتقول لها تمام بعد كده بنشوف شيوخ كلعة بلير وهم بيقولوله انهم جهزوا الخريطة لمنطقة كاملة الليفي السياحية وبيضهالوا بيقولوله ان دي خطة السفر وقالوله ما تبصش في الورقة بقى امام السيدة عشان كده حفظها بسرعة فردوا قال لهم انا اسف عشان حخايب املكم لكن دي مش رحلة عشان تسليه لكن هما بيردوا عليه وبيقولوله لو سافر زوجين لسه متجوزين جداد لوحدهم ده يكون اسمه ايه غير انه شهر عسل وانت بتتكلم عن ايه فقال لهم اللي انا شايفوا ان انتو متحمسين للجواز اكتر مني فقالوله اكيد فقال لهم اعتقد اننا فيه السبب انه كبار الشيوخ ويحبوا الجواز ده فقالوله ان احنا كنا بنشوف السيدة من صغر سنها وانها تغلبت على الالام وقبرت بشكل جميل وهي اكيد لمست جزء من قلبك عشان تحتز بشيء جواك حتى لما كان صديقك المقرب في مشكلة ساعدته بكل شجاعة حتى النهاية بعد كل ده ازاي ما نحترمش السيد بلير فرد بلير وقال لهم يمكن من البداية انتو عرفتوا كلكم السبب وراء الزواج ده رد احد الشيوخ وقال له ان ده كان باختيارك بغض النظر عن الطريقة اللي بينظر بيها العالم ليكم مفيش اي سبب يخلينا نكره الموضوع ده فشكروا فليكس بلير بعد كده بيكمل كلامه بيقوله اني عشان اكون صادق اكتر طول الوقت والسيد بلير مدفون في الشغل وانت في الوقت الحالي عليك بس انك تلاقي ساحر نيوس عشان كده سيب شغل القلعة علينا الفترة اللي جاية واخد اجازة مع السيدة وهو ترتاح من الشغل شوية بعد كده بنشوف شيرر وهي بتقول ان دي المرة الاولى اللي بتشوف فيها مدينة كبيرة وجميلة هو بيقول لها ده حقيقي قالت له احنا علينا ان احنا ندخل دلوقتي قال لها ايوة يا شيرر بعد كده بيس وينتر بتقولهم اذا كان بامكانكم اقناع لوجان جرير في 3 ايام يرجع للقلعة باستخدام السح لكن لو هو مش عايز يرجع انا حروح اجيبه زي ما انت عارف بس انا مقدرش اروح لليفي ساحر زي لوجان جرير ده حيلحظني بسرعة وحيتخبى مني اكيد لاني لو قدرت لقيه مش هقدر استنى كتير وفليكس بلير بيقول لها فهمت دي حتكون اجازة طويلة لبس وينتر عشان كده ارتاحي خلال الايام دي وهي بتقوله انت هتقول لي ده انا مش هسيب سريري ابدا وقالت لشيرر لازم تكوني حذرة وحتكوني بخير مع وجود فليكس جنبك ردت شيرر وقالت لها طبعا انا مش هفترق عن بلير ابدا سوينتر بتقول لها تمام يلا عشان تروحوا لمواقعكم انتم الاتنين وما تحاولوش واستمتعوا وكده تنقلوا بسحرها لداخل ليفي واول ما مصلوا فليكس بلير بيقول لشيرر انهم لازم ينادوا بعض باسماء مستعارة وشيرر بتسألوا ليه فقال لها في الاصل عشان يدخل سيد مقاطعة تانية لازم يغضع لعملية قانونية واحنا النهاردة دخلنا في السر من غير ما نكشف هويتنا وما فيش اي مشكلة من اختفاقنا فقالت لفهم طب هنديك بايه فقال لها نديني زي ما انت عايزة يا شيرر بعد كده بيسمع واحدة بتسأل جزها وبتقول لهم دول ازواج بس هو شكله اكبر من نهب كتير بينا عليه خطفها في الوقت ده كانت شيرر اختارت اسم الفليكس بلير وهو بيوشوشها وبيقول لها مفيش غير الاسم ده مفيش اسم تاني قالت له احنا ازواج وفي قلعة نيوس كانت الزوجة بتنادي زوجها كده فرد فليكس وقال لها فليكس نديني باسمي زي ما نها نديك بشرر فقالت له يعني اقدر اناديك باسمك مفيش اي مشكلة هتحصل لها ايوة يا شيرر وعادة ما يكون دي الطريقة في قلعة بلير فقالت له بدل الموضوع كده تمام احنا بس ممكن نبص هنا ودخلوا مكان فيه كبعات وعجبت شيرل جدا وبقت تقول له انهم جمال ولطاف قوي ولبست واحدة وقالت له ايه رأيك لايق علي وفيليكس بلير بيقول لها ايوة وقالت لفليكس بلير بص دي شكلها هتبقى عليك حلوة قوي ولما لبسها قالت له دي رائع عليك وشافت كبعة تانية وقالت ان دي هتكون رائع على تد فقال لها تد مين هو قالت له انا ما حكتلكش عنه ابدا تيد جون ده تلميز لوجان ده بنفس عمري ونفسي تولي تقريبا ولون شعره ازرق سماوي جميل وفي نفس اللحظة دي طباخ المكان بينادي على الحرامي وبيقول له ممسكوا الحرامي ده وكان معاه شنطة في ايديه وهو بيحاول الهروب وقعت شنطة الخبز ووشه بان وشرر اتعرفت عليه وقالت ده تد فالطباخ قال لها انت نادتي على الحرامي انت تعرفيه وفيليكس بلير بيقول للطباخ لو عندك حاجة تقولها قولها لي انا وبعد كده بدأ التلجي تساقط فقعده في مكان بعيد وتكلمت مع فيليكس بلير وبتقوله انها متأكدة ان هو الولد ده تد لكن سرقته للخبز ده معناها انهم في موقف صعب جدا لدرجة انهم مش قادرين يشتروا الخبز فرد فيليكس بلير وقال لها ما تقلقيش لانه بدل تلميز لوجان يبقى موجود هنا يبقى حلاقي لوجان هنا وقريب قال لها بالمناسبة انا اكتشفت انك بقيتش قريبة للجرافيكلو فقالت له هو كور قالك على حاجة فقال لها كور قالت له ايوة هو دايما بيعمل صوت كور كور فانا سميته كور فقال لها انت مش بتيبقي خايفة قالت له اكدب عليك لو مكنتش خايفة كور غريب بالنسبالي لكنه بيعملني بلط لكن اكيد بسبب مظهره ومنظره ده اللي كان بيخليني اخاف منه لكن فليكس بيقول لها متقلقيش مش كل لوحوش ممكن تقذي البشر وشيرل بتقوله انها بكرة حتدور على فواكه مجففة موجودة هنا لان كور بيحبها جدا اعتقد انه بيحب الموز المجفف ولازم اشتري تفاح وموز وبرتقال المشهد بيتغير وبينشوف الولد وهو بينهج جامد جدا من كتر الجاري لما وصل لحد لوجان اللي اول ما شافه قال له تيت جون شايفك جاي فاضي كده وشكلك ما عملتش اي حاجة راح الولد قاله انه شاف شيرل نيوز فقال له شيرل نيوز موجودة هنا في ليفي اشتركوا في القناة